أهلا بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين مصطلح اليوم هو على أساس النقد تستخدم معظم الشركات عادة واحدة من طريقتين أساسيتين في المحاسبية في نظام المحاسبة الخاصة على أساس النقد أو على أساس الاستحقاق في حين أن معظم الشركات تستخدم أساس الاستحقاق فإن الأسلوب الأنسب لشركتك يعتمد على حجم المبيعات في الشركة وإذا كنت تبيع بالتقصيد وعلى بنية تنفيذ الأعمال في الشركة طريقة نقدية أبسط لأنه يتم الاحتفاظ بالسجلات على أساس التدفق الفعلي للنق الداخل وخارج الشركة يتم تسجيل الإيرادات عند الحصول عليها فعليا ويتم الإبلاغ عن النفقات عندما يتم دفعها فعليا تستخدم الطريقة النقدية مقبل عديد من أصحاب العمل والشركات التي ليست هديها مخزونات من وجهة نظر ضريبية فأنه من المفيد أحيانا للشركات الجديدة استخدام الطريقة النقدية للمحاسبة بهذه الطريقة يمكن تأجيل تسجيل الدخل حتى السنة الضريبية المقبلة بينما يتم احتساب النفقات على الفور